موسيقى حلقة جديدة من كافي بريك عم تنطلق بهاللحظات على مريم تيفي هذا البرنامج جالي كلكم المشاهدين أكيد بتنتروا يوميا حتى تكونوا عم تتزودوا بالمعلومات اللي بتفيدكن وبالمعلومات الخاصة بلبنان وبكل بلدين العالم أنا مثل عادة بوعدكن بحلقة متنوعة بالمعلومات ومميزة وأكيد جديدة وأكيد كلكم بتحبوا تكونوا عم تتعرفوا على هؤلاء المعلومات حلقتنا لليوم مختصة بالفن الفن يلي أكيد ما فيكون عم نعيش بلاه كل إنسان لو شو ما كانت موهبته عنده طريقة تحتى يكون عم بيعبر عن الفن اللي جواته إن كان يمكن بالرسم بالطبخ بالكتابة أو حتى بحيالة شي عم يعملوا بشغلوا يمكن التعليم عم بيميرسوا بطريقة كتير فنية أو شغلوا مثلا كصحافة كحكيم كمهندس كله بالدفن كله بالدولار حتى يكون عم يعملوا بطريقة كتير حلوة لكن مثل ما وعدكم حلقة كتير حلوة وكتير متنوعة خليكم معنا من الأول للآخير لأنه أكيد كتير رح تحبوا المعلومات اللي حنكون عم نحكي عنا بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع ديف حلقتنا وليد الحج وليد هو تلميذ هندسة بجامعة الإيزاك وأنا بعرفه شخصيا وحبيت نكون سوا عم متعرف على الرسم يلي هو بيعمله هذا الرسم يمكن يلي مش دايما منشوفه بحياتنا اليومية ما أنه الرسم الناتيرال العادة الناتيراليس متل ما منسميه بركة منظر للطبيعة أو لبيت أو حيالة شي بالعكس هو بيرسم فوق الخيال وأكيد خياله ومشاعره موجودين برسماته رح يكون عم نشوف سوا هلأ مشاهدينا رسماته لوليد أكيد قبل ما لكون عم نحكيه شخصيا وعم نسأله عن هيدا الفاني اللي عم يعملوا متر ما عم نشوفه بالصور يعني رسوم رسومات مش متل العادة مش متل يلي بنعرفهن يعني لازل بنقعد ونتعمق فيهن لرسمات وليد حتى نكون أكتر وأكتر عم نفهم هو شو قصده أو مشاعره أو حيالة شي أكيد بكل ديتاي بالرسمة فيه شي وليد قصد حاطه كرمال يكون عم بيعبر عن شي معين حاسه أو شايفه أو يمكن بيصدقه أو بيأمن فيه أكيد مثل ما عم نشوف هون بالصورة يعني هيدا الصورة أكيد إليها كثير دلالات خاصة بالنسبة لوليد وفيه كل شخص أكيد يكون عم يقرية لهيدا الرسمة بطريقته الخاصة حسب هو محيطه والكونسيانس طبعه عم نلاحظ كثير أنه فيه هيك متل ديفورماسيون برسماته لوليد فيه أشياء بالشواء أكتر شي رياليس مبركة أشياء فوق الخيال فوق المنطق عم نشوفهم بالصور رسمات كثير مميزة وأكيد هلا لحكونا أكتر وأكتر عم نشوف مع وليد عم نتعرف على هول الرسمات أكتر مع وليد فيه رسمات الأسود والأبيض فيه الرسمات الملوانين كله أكيد له دلالة وكله له معنى كمان لأنه كلنا بنعرف أنه اختيار الألوان بالرسمات له معنى أكيدة فهلا عم نشوف سوى رسمات وليد الكتير مميزين وكتير جدا حلو دايما نكون عم نتعرف على أنواع فن رسم أو بانتور أو سكولتور بركة يكونوا جدا وبعيد عن الأشياء اللي دايما بنعرفها ليش لأنه حلو أوقات نعمل هيك هز اليقين نكون دايما عم نتعرف على أشياء جديدة أشياء بعيدة عن النورمال اللي نحنا بنشوفه كل يوم فمتل ما شفنا هون بالسور أشياء جديدة دفورماسيون وأشكال جديدة حلو نكون دايما عم نتعرف عليها هذا إجزاليس كتير منيح للعقل للمنطق طبعنا تحتنا نعرف أنه لازم نتقبل دايما الأشياء الجديدة الأشياء اللي نحنا مش دايما متعودين عليها معنا اليوم وليد الحج مثل ما قالت وليد تلميذ طالب طالب هندسة بجامعة الأزاك وليد شفنا سوا هلأ رسماتك وأكيد كل المشاهدين حبوهن خبرنا أكثر عن نوع الفن الذي أنت تمارسه بهل الرسومات التي شفناهن هلأ هلأ أنا كفنان بعني بأول مسيرة الفنية فيه يقول أنه بعني عم بخطويل بكذا نوع فن بكذا نوع رسم مرات برسم بانتور مرات برسم ألم رساس مرات برسم بالبيك مرات برسم دائم الكمبيوتر مرات برسم أشياء مثلا على فوتوشوب وبعتقد أنه كل فنان بعده مبلش المسيرة الفنية لازم يختبر كذا نوع بالفن طبعه لبالآخر يمكن يوصل لستيل معين لإله يكون هو السيل لإله ويكفف فيه بس هلأ أنا فيه يقول أنه الرسم طبعه ينحط بكاتيجوريه السورياليزم السورياليزم هو عبارة عن رسم خيالة خارج عن واقع بيتنقض مع المنطق فكلنا بنعرف أنه الخيال عند الإنسان بيجي من اللاوعي طبعه وكلنا بنعرف أنه اللاوعي طبع الإنسان بيشتغل أكتر شي هو نايم يعني كلنا بنحلم بأحلام خيالية وإشياء خارج عن واقع إشياء مش منطقية أبدا فاللي عم جري بأنا أعمله أنه أقدر جسد الخيال باللاوعي طبعه برسمة يعني أجسد الخيال طبعه برسمة والشي اكتشفته الحلو بهذا الستيل أنه أنا مش جاي أفرد رأي معين أو رسالة معينة على اللي عم تطلع على الرسمة لنعتي مثل بيجي إنسان بيطلع على الرسمة بيتلقى رسالة معينة بس هالرسالة بيتلقاها هي حسب حالته الزهنية حالته النفسية وشو عم بعيش كل يوم يعني كل إنسان قاله رسالة من هالرسمة يمكن ذات الإنسان بعد عشر سنين يجي يطلع بذات الرسمة ويتلقى رسالة غير كليا عن أول واحدة يعني تفرق حسب حالته مثل ما ذكرت حالته النفسية حالته الزهنية يعني شو عم بعيش كل يوم ويمكن يجي إنسان تاني يتلقى رسالة غير عن يعني تلقيها أول إنسان فهذا الشرجع نفوت بالسورياليزم أكتر وفينا نقول كمان إنه مثل ما ذكرت من قبل السورياليزم شي غير واقع وخيالي ما متشوف إلا بالأحلام بس أنا عم فارجيك إياها بعينك يعني أنت كإنسان بتشوف رسمة بعينك يعني بتعمل لك شاء لأنه شي ضد المنطق أنت مش معاواد تشوفه فبطريقة إن ديركت أنا عم بجبراك أنه أنت تحلل هذه الرسمة وتتلقى رسالتك اللي أنت بدك تسمعها لأنه شي طبيعي أنه الإنسان بيشوف شي خارج عن طبيعة شي ضد المنطق اللي هو يفكر فيه بيندهش بجربي يحلل كيف وصل لهذه المرحلة لك أنا مشاهدينا شفنا هلأ مع واليد تعرفنا أكتر على نوع الفن يلي هو بجسده برسماته هو راح على ستيل الشريالي اسم أكتر مثل ما قال هلأ يعني بجسد الخيال طبعه برسماته تحتى يصير واقع تحتى يندمج مع الواقع ونقدر نحنا نشوف خياله لواليد مثل ما قالت مشاهدينا حلو دايما نكون عم نشوف رسمات جديدة أشكال جديدة تحتى نحنا نكون عم نعمل مثل هيد الهزة للمنطق طبعنا تنكون أكتر وأكتر عم ننفتح على غيرنا وأراءه وأحسيسه وليد بدي أسألك كلنا عم نعرف أنه الفنان من خلال حياله نوع فان بيكون عم بيمارسه بيكون عم بيعبر عن مشاعره أوقات عم بيفسر شو عم بيصير حواليه بالمجتمع وعم بيعبر عن مشاكل المجتمع يلي موجود فيه أنت كفنان أدي الفن بالنسبة لألك هو رسالة ما يقول أه أنه رسم أسر كثير على حياتي يعني رسم وكبني خلال فترة حياتي يمكن قطعت بالظروف صعبة شوية بس الرسم مثل ساعدنا تخطيهن يعني سهل أنه تخطي هؤل الظروف أه 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 أنا خلال فترة سنة كنت أحمل معي مثل دفتر صغير وكل يوم، كل يوم، ثلاثة أو كل جمعة كنت قطع رسمي على هذا الدفتر الصغير وأنا كفنان يعني كنت بس أرسم هذه الرسمة عم بعبر بشعور يعني عم برسم شعوري يعني كيف الكاتب بس يكتب بسالة أو قصيدة بيحكي عن شعور وأنا كنت عم بحكي عن شعوري برسمة بحالة النفسية، بحالة الزهنية، وشو كنت عيش كل يوم، كنت أرسم عن يوم، شو كنت عيش كل يوم فوصلت لنهار بعد فترة سنة تقريباً مسكت هذا الدفتر واتصفحته من أول إلى آخر لبالآخر لحظت أنه أنا رسمة قصيد حياتي يعني بكل رسمة هي بفاز أطاعت فيها والفاز فيها يعني كل الرسمات فيها أصولهم ببعض وبتطلع قصة حياتي اللي أنا أطاعت فيها بهالسنة فساعدني كثير على سعيد شخصي وأنا ساعدني على تفكيري يعني بس أرسم قاعدة معاً بالصورة وفكر فيها مزبوط كان يجينا أفكار جديدة وفكر جديد يعني تغيرت زهنيتي، تغيرت نفسيتي وكذلك يتقدر قصص أكثر ما من قبل يقولون أن الفنان يتقدر قصص صغيرة لأنه يحب الدتائيات وهذا شيء كثير مزبوط على ساعات المجتمع يتقدر قصص صغيرة لأن الفنان من خلال رسمة ينشرع يزرع مثل بزرة رسالة بكل إنسان يمكن أن هذا البزر لا تكبر، لكن مع الوقت يمكن أن تصير وردة يمكن أن تتفشى هالرسالة، هالفكر، يتفشى بالمجتمع ويغير يمكن تفكير المجتمع لا كمان أنا بوقت ثورة 17-20 نزلت عملت رسامة على الحيطان وعالبانكارتات وعالبانكارتات، أصبح أشياء خاصة بالثورة وشياء خاصة بالسياسة وكان هدفه أن أوسي للشعب أن يستهدفوا شخص معين يستهدفوا كل السياسيين الفاسدين فأنا قدرت أوسي لرسالة من خلال الفن طبعي وأثرت على المجتمع وقال لهم أنه من خلال رسمة، ليس من خلال صوته وقال لهم أنه لا أنه كلهم يعني كلهم مش يعني نستهدف أشخاص معينة لكينا شفنا مشاهدينا مع وليد قد إذا مثل ما قال، أنا أرشي كثير حلو أنه رسم كذا رسمة وإذا بنجمعوا مع بعضهم يعني فيهم يكونوا كأنه شريط حياته وأدي مهم أنه يكون الفنان دايماً عم بيشارك بكل النشاطات اللي عم بتصير إن كانت اجتماعية أو سياسية أو حيالله شي حواليه حتى هو يكون عم يدعم المجتمع وعم بيوصل فكرته، أفكاره وأفكار غيره وليد الحج طالب هندسة بجامعة الإيزاك أنا بشكرك لو وجودك معنا لليوم وأكيد حلو دايماً أنه نكون عم نتعرف على فنانين لو بعضهم بأول طريقهم على فنانين لبنانيين عندهم أكيد مستقبل إن شاء الله يكون مستقبلهم بلبنان لأنه لبنان عايز فنانين يكونوا عن جد عم بجسده ويوصلوا السورة الحقيقة طبع لبنان للعالم كله وهلأ مشاهدينا، هنبقى شوي هيك بجو لبنان وأكثر نتعرف على فنانين لبنانيين يمكن نحن مش سمعين فيهم بحياتنا اليومية للأسف يعني نحن عقد بنكون كتير بعاد عن الحياة الفنية والثقفية خصوصي اللبنانية فكلمة هيك حبيت اليوم بسجمنت وومن سجمنت المخصص للمرأة بالأخص واليوم حبيت تكون للمرأة اللبنانية هذه الفنانة هي مرأة لبنانية واسمها سلوى شئر سلوى شئر يلي هلأ شفنا صورتها خلقت بـ 24 حزيران 1916 وتوفيت مش من زمان بـ 26 كانون الثاني 2017 سلوى للفنانة اللبنانية هي كانت من أول الفنانين يلي بيفوتوا فن الشيرياليسم الشيريالية على لبنان مثل ما شفنا مع واليد هو بمارس الفن السيريالي كمانا سلوى هي كمانا من أول اللبنانيين يلي فوتوا هيدا نوع الفن على لبنان سلوى خلقت بعائلة منوعة فيها محامية فيها مفكرين فيها مؤرخين بس هي حابت تكون فنانة ومن هي وصغيرة وهي بالمدرسة هيد الموهبة او الشعور يلي هي بتحسه تجاه الفن كانت عم بتترجمه بنشاطات كانت تشارك فيها بالمدرسة مثلا كانت تكتب وترسم بجريدة المدرسة فهيدا الشي عن جد ببين اداء انه من هي وصغيرة كانت تحسه بحبها للفن بهيدا الحب يلي عندها هي كرمال لكرشي رسم واشيه هيك بعيد شوى يمكن عن الواقع وعن كشيه هيك بنعملو بتحب تعبر عن حاله وهي بالزيت هي بنفسها بتقول انه الفن هو شي بيخلق معنا هو شي بنحسه من نحنا وصغار منو شي يعني فجأة بيظهر بحياتنا وبيصير هيك جواتنا وبقلبنا متل ما شفنا بالصور يلي قطعوه اتميزت كتير سلوة شقير برسومات هيك شوى غريبة كمانا اللي بترسمها فيها كتير اشكال فيها كتير ديفورماشون للاشكال يلي بتحطن برسماتها كانت تنحط كمانا على الخشب متل ما كمانا قطع معنا بالصور كمانا اشيه اذا متطلع عليها يمكن مش ضغر بنفهمها بس اكيد ضغر حنرجع اذا متأمل فيهم فينا يمكن نعرف هي شو قصده وبذات الوقت فينا يكون نحنا عم نفهم حسب نحنا شو قصدنا وهذا الشي الحلو بالفن وبالاخص بالشي رياليس لانه عن جد بالنهاية كل واحد بيفهم حسب الكونسيانس طبعه حسب محيطه حسب الاشياء اللي عاشها ويلي قطع فيها سلوة كانت اول فنانة عربية بتشارك بسالون دي ريالي تنوفال بباري هيدا المعرض يلي كتير معروف بباري كانت هي من اول الاشخاص العرب يلي قدرت تشارك وتكون عم تعرض اعمالها بهيدا المتحف وأكيد كمانا ربحت عدة جوايز خاصة بالنحط وبالفن وأكيد يعني من اول العرب يلي قدروا يحصلوا على هولي الجوايز أكيد يعني رفعت اسم لبنان عالي واسم العالم العربي كمانا وأكيد جملت الصورة يلي يمكن اكتر اخذينا على لبنان قدرت عن جد تفرج الصورة الحلوة والحاقية للبنان أو تحسنها بنظر كتير أنا بس بديقول معلومة أخيرة عن سلوة أنه اتزوجت من الصحافة يوسف شقير وجايبت منه بنت هلا هيدا البنت كمانا بنتا لا سلوة كانت حبت تكون كمان فنانة مثل أمها يعني الموهب انتقلت من الأم للبنت بس للأسف سلوة خسرت بنتا بالحرب اللبنانية بس أكيد يعني فخر لقلها ولقلنا كلنا أنه كمانا هلا بنتا لا سلوة تكون عن جد بتحب الفن وتكون فنانة وجربيت قدمة فيها تكون عم بتعبر عن إحساسها من خلال الأعمال الفنية أنا من هون بدأ ادعي كل حدا عن جد بحس أنه عنده هيدا الرسالة أنه يكون عم بيوصلها من خلال أعماله الفنية حلو أنه ما يخاف ما يتردد لو شو ما كان يمكن الفن اللي بده يعمل بده يمارسه بده يفرجي للعالم يمكن يفكر أنه لا هذا غريب ما حيحبه العالم بس بالعكس تشجعه لأنه بالنهاية لازم نتعود نشوف أشياء مش متعودين نشوفها لكن تعرفنا سوا هلا على سلوة شقير الفنانة اللبنانية يمكن قليلة كتير منا سامعين فيها بس حلو نكون عم نقصد رح نشوف أعماله أعماله يلي متل ما شفنا بالصور عن جد كتير مميزة وكتير متنوعة بالأشكال وبالمواد اللي كانت تستعملون إن كان خشب أو على البنتور أو حديد أو حيالله شيء كان وحلو هيك نكون عم متمثل فيها وبالأخاص للفنانيين اللي بعضهم بأول طلعتهم وهلأ مشاهدينا بعيدا شوي عن لبنان وعن أجواء لبنان حلو شوي هيك سوا نسترجع بالتاريخ أي متى بفترة من الفترات عن جد كان الفن رسالة كانت وسيلة حتى العالم تكون عم بتعبر عن غضبة أو عن رفضة لكتير إشياء يمكن عم بتصير بالمجتمع أو ببلدهم لهولي الأشخاص كنا عم نعرف إنه القرن العشرين كان حافل بالحروب إن كان الحبر العالمية الأولى أو الحبر العالمية الثانية أو الحرب الباردة كانت مليانة حروب وبالأخاص بين الدول الأوروبية وأكيد يعني تدخلية أمريكا ومن أبرز الأحداث يلي صارت خلال هيد الفترة هي حرب لفيتنام يلي عملتها أو شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على لفيتنام بالحرب الباردة بستينات القرن العشرين كرميل أكيد بهدف إنه تكون عم تتخلص من الحزب الشيوعي حسب ما هي يعني شو كان بدا وشو كانت عم تعتبر وما اعتبرته هيك يعني هو تهديد للنظام الرئاسمالي العالمي مثل ما عم نشوف بالصور تحرك الشعب الأمريكاني بطريقة كتير كبيرة وكتير واسعة طي يرفض الظلم يلي عم بيصير بالفيتنام إن كانت الأعمال العنف يلي عم تنعمل من المخيمين إن كان مخيم الولايات المتحدة أو مخيم الفيتنام أو حتى الشعب الأمريكاني عن جد زهي من إنه يعني من إنه يكونوا عم يبعث جيل الجديد جيل الشباب تحتى يعمل حرب زقهم بعض الحب العالمية التانية فبطل بدهم لكان بهذه المرحلة وبهذه الحركات المناهضة لحرب فييتنام الفنانين الأمريكيين بالأخص كان لهم دور كتير كبير بهذا المجال يعني دور كتير واسع لدرجة إنه قدروا عن جدي شكله ضغط على السلطة الأمريكية فأول شي يعني الصورة الفوتوغرافية لعبت دور كتير كبير بهذه المرحلة يعني بالنهية بخلال الحب العالمية الأولى والحب العالمية التانية ما كانت كتير وسائل الأعلام عم بتواكب الحروب وشو عم بيصير بالتحديد فكانت الشعوب وكمان الشعب الأمريكاني مش عارف شو عم بيصير كانت الأحداث عم بيصير عليها تعتيم أعلامي فبالعكس حرب فييتنام هي كانت من أول الحروب يلي عن جد غطيت من وسائل الأعلام بهذه الطريقة الكتير كبيرة وكتير الواسعة فالتلفزيون لعب كتير دور أساسة حتى يكون الشعب الأمريكاني عم بيشوف حقيقة شو عم بيصير على أرادة الفيتنامية وكمان الصورة الفوتوغرافية اللي كانت عم تنعرض إن كانت بالجرايد أو على التلفزيون كانت كمان عم تلعب دور كتير كبير وكتير مهم يعني كانت الصورة الفوتوغرافية عم بتحرك العالم عم تخليها تغضب من الأشياء اللي عم بتصير وهان الفنانين يلي بيصوروا لعبوا دور أكيد كتير كبير إن كانت عم بعرضوا حياتهم الخطر ويروحوا على الفيتنام طي يصوروا وينشروا الصور ومع الحقيقة يلي شو عم بيصير على الأرادة الفيتنامية مثل ما شفنا كمان هلأ بالصور يلي قطعوا صار في كتير احتجاجات وتحركات كتير كبيرة تحركات مطلبية بواشنطن بالتحديد كانوا الطلاب الجامعيين هني عم بيحركوها بس أكيد الفنانين اللعبوا دور كتير كبير شفنا كمان برج السلام يلي تعمر هيدا برج السلام يلي عملوه يلي يعني قاموا بالمبادرة تبعوه عدد كتير كبير من الفنانين الأمريكيين وانضمئنون لفنانين أوروبيين عملوا هيدا برج السلام وهو عم ينصب برج السلام تحت يعبروا عن رفضهم لحرب لفيتنام أكيد صار في كتير خطابات عملية من الفنانين ومفكرين فهوان كمانا بنشوف قدي ساهم الفن تحت يكون عم بيعبر عن يعني رفض الشعب الأمريكاني باستمرار هيدا الحرب لفيتنام يلي عم بتأدي بحياة العديد من الأمريكيين وأكيد من الفيتناميين المدنيين وغير المدنيين شفنا كمانا النواع الفنية الجديدة اللي انزادت بهذه الفترة وهون بتذكر أنه فترة الستينات بالقرن العشرين بالتحديد صار فيه شيء اسمه أفيش بوليتيك المرثقات السياسية كتير استخدمت بهذه الفترة وكتير يعني عبروا فيها الفنانين عن رأيهم ومشاعرهم وغضبهم من خلال المرثقات السياسية يلي اتميزت كتير بالرسومات الموجودة وبالكتيبة بالكلمات اللي حضة لأنه اعتبروا أنه الكلمة بتعلق بزهن الكارق أو يلي عم بشوف هيدا الأفيش بوليتيك فكمان استعملوا هون بكميات كتير كبيرة الكلمات وهولي كانوا نوع من الفن وأكيد كانوا كتير عم يستخدموا خلال يمكن تحركات يلي عمت العمل كمان العمل كتير يعني مثل معارض حتى يكونوا الفنانين يلي بيعرضوا فكرة الحرب بالفيتنام يكونوا عم بيعبروا عن رفضهم لاستمرار هيدا الحرب فكتير نعرض لوحات بتبين يعني كيشي أعمال عرف عم بتصير بالفيتنام أو كمان يعني يمكن عدة رسومات بتعبر عن الرفض إن كانت بكلمات بازيئة أو برسمات يمكن هيك شوى يعني كما بيقولو كاريكاتور فعم نشوف قدي هون كان الفن إلو رسالة كان فن متل ما بيقولو عندو رسالة يعني عندو هدف يعني صوشيال تحتى يكون عم يعملو هدف اجتماعي فلكن متل ما شفنا بالصور عن جد قدي هون الفن لعب دور كتير كبير وكمان حتى المتاحف اتضمنت مع هون الفنانين ويعني أعلنت عن الإضراب بتبدا تفتح بوابه فهون عن جد بنشوف قدي يعني متل ما برك رجال السياسي أو قد بيوصلوا رسالة معينة أو الصحافي بيقولو بتمارس رسالة كمان الفن هون لعب دور كتير كبير ودرجة انه قدى للرئيس نيكسون أنازاك يعني بالولايات المتحدة الأمريكية تحتى يطلع ويرد على كل هالحملة المناهضة لحرب لفيتنام طليع وخصص ديسكور خطاب كتير شهير بـ 23 تشين التاني 1969 تحتى يكون عن جد عم بيبرر ليه هو بعضو بهذه الحرب لانه عن جد حاس انه الفن كتير أثر أكيد إلى جانب العديد من التحركات الطالبية حاس قدي تأثر بعقول الأمريكيين وهون عن جد بنشوف قدي فينا نكون عم نوصل رسالة كتير حلوة وكتير قوية وكتير مهمة من خلال الفن يعني احنا بنعمله خلينا نحمل مسئولية كمانا أكيد نحنا وعم نمارس لشي اللي بنحبه ان كان نحنا وعم نرسم أو عم ننحط أو عم نكتوب خلينا دايما نكون عنا هيدا الوعي الاجتماعي دايما ننتبه انه ما نمس بحرية غيرنا ما نمس يمكن بكرامة غيرنا بالعكس أكيد كل واحد عنده رأيه بس كمانا الحرية أهم منا احترام الغير لآخر فدايما نعبر عن رأينا بس من دون ما نكون عم نجرح غيرنا وعم نمس بكرامته ومعتقداته الدينية كمانا وبركة سياسية وكل شي غير وكمانا نحنا بدنا نعرف كمانا بين جهتنا انه نحنا بدنا نتقبل الرأي الآخر يعني أنا بدأتقبل رأيي الفنان متل ما الفنان بدو يتقبل رأيي إن كانت فنان أو ما كانت فنان بشهد كنا حبيتو هايدي هيك الراجعة شوالا وراء بالتاريخ وعنجا شفتو قدي الفن في كنا عم يلعب دور كتير كبير بالاشياء السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي منعيشها وفينا كنا عم نعبر عن رأينا بهالطريقة بعيدا عن يمكن عمال الشغب أو التكسير أو حيالا شي تاني ممكن يكون عم بدور بغيرنا ومن واحد كل شي حكيناه بحلقتنا لليوم حبيت اختم الحلقة مع كوت أكيد تنتروه من حلقة لحلقة لحلقة لأنه عن جد بيساعدنا لحتى نكون عم نفكر وعم ننفتح على أفكار جديدة لحياتنا اليومية الكوت اللي اختارته لليوم هو من واحد موضوع الحلقة يعني حتى لو الفنان بركة أو حيالا حدا غادر هايدي الحياة دايما عماله الفنية رح تنتقل من جيل لجيل رح تنتقل أفكاره هو بدله حي بأفكاره وبالإشياء اللي عم ينقلها من جيل لجيل يعني إحنا هلأ يعني نذكرنا سوى شو صار بوقت الحرب لفيتنام قدل عمالة الفنية بعد هلأ موجودة وعم بتجسد مع كشي أحاسيس وأفكار كانت موجودة بهديك الأوقات بالمجتمع الأمريكاني دايما نعرف إنه نحن قد نكون عم بركة عم ننشر عمل فني دايما نعرف إنه هو رح ينتقل رح يوصل فكرتنا وحتى بعد ما نحن نغادر هايدي الحياة وهيك منو نكون وصلنا لنهاية حلقتنا المخصصة للفن شاء تكونوا حبيتوها وتشجعتوا تكونوا عم بتعبروا عن رأيكم بطرق جديدة إن كان نبركة بالرسم بالكتابة بالبنتور بالنحط أو حتى بالطبخ أو حيالة شي عم نعملو فينا نكون عم نعملو كتير بطريقة فنية تحتى نكون عم نوصل أفكارنا بطريقة كتير حلوة ودل أفكارنا عيشة بهالأعمال الفنية شاء تكونوا حبيتو حلقتنا لليوم أنا أكيد بلاقيكن بحلقات جديدة من كوفي بريك ومتلسوا تعمل لايك وفروا على مريم تيفي لابانون على إستغرام وفيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب اشتركوا في القناة